شوف الرجل ده إعادة حزين. لو سألتني إعادة حزين ليه؟ أقولك حزين عشان هو عرف أنه هيتكلم عن يوفينتوس دلوقتي. هيتكلم عن دور إيطالي. هيتكلم عن دور إيطالي. هكذا هتكلم عن يوفينتوس دلوقتي. كصة حزينة. إيه اللي بيحصل لليوفينتوس السنة دي صحيح؟ وعلى فكرة الإنتر برضو مش في أفضل أحواله. تتكلم حتى ميلا مش عبداري. ميلا خاصة مباراة. إيس روما كان ممكن يحصل تحولات حلوة بالتصفقات مع جيوزي مورينيو برضو ما شفناش داوتي. ممكن نابولي هو يمكن العلامة المضيئة يمكن في الدولة الإيطالية. طبعا والعلامة المضيئة الأكبر هو لعبهم الجورجي اللي مكسر الدنيا. ومش مكسر الدنيا بس بأداية اللي عم مكسر الدنيا بس باسمه كمان. اسمه طويل جدا وصعب جدا أنه يعني بيتم اختصاره بكباره خلاص يعني. لعب كويس. لعيب كبير قوي. نابولي وأتالنطا هم النقط المضيئة اللي موجودين في الدوري. هم الفرقتين اللي لسه ما خسروش لغاية دلوقتي متصدرين الدوري. انتر ميلا مع سيميوني. الموضوع سيميوني إنزاجه طبعا. مش ماشي زي المخطط لي. وفيه كلام إن ممكن يكون أول حتى كمان قبل أليجري مع ليوفنتوس. لأن أليجري ليه وضع كده معين مع ليوفنتوس. شرط الجزائي. شرط الجزائي إن ليوفنتوس هيضطر إنه يدفع سبعة وعشرين مليون غير كمان الضرائب بتاعتهم. فالموضوع ممكن يوصل حاجة وثلاثين حاجة واربعين مليون لليوفنتوس لمجرد بس التخلص من أليجري وعدم استكمال الموسم. في كلامة قال بالنسبة لليوفنتوس بالمناسبة إن كونتي أبدأ رغبته في العودة لليوفنتوس. أنا مستبعد الموضوع ده تماما لأن كونتي كان ماضي مع توتنام سنة ونص وعقده يخلص الصيف الجاي. كونتي مش هيلاقي فرقة ميزانيتها مفتوحة يعني مش هيرجع الدوري إيطالي تاني اللي ممكن ميزانية أكبر فرقة فيه. تيجي كانتدابات يعني نص توتنام فأنا أحس إن هي شوية مراوغات كده من كونتي عشان يحصل على العقد طويل الأمد مع توتنام. اليوفنتوس إنتر بنسبة أقل شوية ميلا طبعا بيعانه. مش عشان كمان هما فنيا يعني في مستويات قليلة شوية وفيه لعيبة كتير قوي في الثلاث فرق مستويهم قليل. الإنتر يمكن شوية متأثر بالغيابات خصوصا لوكاكو اللاعب المهم جدا في هجومه واللي كان إنتر مركز قوي في سوق الانتقالات إن هو يجيبه. لكن فيه تذبذب للمستوى تبير قوي في فرقة ميلا وفرقة اليوفنتوس. بالنسبة للميلا نحن نتكلم على رفايل اليوم بدأ الموسم مش بشكل كويس وكان متأثر قوي بالمفاوضات اللي كانت من الدوري الإنجليزي وخصوصا شلسي. اليوفنتوس مش مفهوم التعاقدات كانت تعاقدات تعتبر تعاقدات قوي قوي. بس طبعا في نفس الوقت برضو التعاقد مع بوكبا وإصابته دمارية وإصابته ورجوعه وطرده. منتكلم على كيزة أهم العيب في اليوفنتوس الموسم اللي فات قبل الإصابة بتاعته بالصليبي. كل حاجة دي مؤسرة لكن في نفس الوقت برضو أليجري مختلف عن الولاية الأولى لي مع اليوفنتوس. حتى كمان بقى مستفز شوية في التصريحات بتاعته بعد النتائج السلبية. دي حاجة ما شوف نهاش من أليجري في الفترات اللي كان ماسك فيها في الولاية الأولى. أتلانتا ونابولي بيلعبوا كرة ممتعة. كرة مش معتمدة على نجوم بشكل كبير حتى يعني مثلا زي دريس ميرتنز مثلا واحد الهدف التاريخي بالنسبة لنابولي مش موجود. ورغم كده اللي موجود بيقدي أداء كبير قوي. بنتكلم كمان على جوفاني سيميوني اللي لي دور مع إصابة قس من مهاجمهم الأساسي طبعا اللعب النيجيري. أتلانتا برضو عندهم فرقة كويسة بس أنا أستابع طبعا بالنسبة لأتلانتا ونابولي إن هم يكملوا كنفس طويل. بروما معودنا دايما إنه بيعنده أسامي وعنده شكل كده يعني بيلمع كده من بره لكن. كان نفس روما ينجح بصراحة. ونفس كل المتابعين الكرة الإيطالية على فكرة. مش حبا في روما بصراحة لقد محبا في جوزين مورانيوني. يعني وهو كل المتابعين الكرة الإيطالية ما عندهمش يعني عندهم صفت سبوت كده لروما وخصوصا كمان وقت طول. لكلام عن دولة أسامي دولة إيطالية نروح.